المبتدأ والخبر صاد باب المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا ومحمد نبينا تعريف المبتدأ شين المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد فالاسم جنس يشمل الصريحة كزيد في نحو زيد قائم والمؤول في نحو وأن تصوموا في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم فإنه مبتدأ مخبر عنه بخير وخرج بالمجرد نحو زيد في كان زيد عالما فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية ونحو قولك في العدد واحد اثنان ثلاثة فإنها وإن تجردت لكن لا إسناد معها ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده نحو زيد قائم وما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده نحو أقائم الزيدان تعريف الخبر والخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة فخرج بقول المسند الفاعل في نحو أقائم الزيدان فإنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة لكنه مسند إليه لا مسند وبقول مع المبتدأ نحو قام في قولك قام زيد وحكم المبتدأ والخبر الرفع مسوّغات الابتداء بالنكرة صعب ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص نحو ما رجل في الدار وأإله مع الله ولعبد مؤمن خير وخمس صلوات كتبهن الله شين الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة لأن النكرة مجهولة غالبا والحكم على المجهول لا يفيد ويجوز أن يكون نكرة إن كان عاما أو خاصا فالأول كقولك ما رجل في الدار وكقوله تعالى أإله مع الله فالمبتدأ فيهما عام لوقوعه في سياق النفي والاستفهام والثاني كقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك وقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة فالمبتدأ فيهما خاص لكونه مصوفا في الآية ومضافا في الحديث وقد ذكر بعض النحات لتسويغ الابتداء بالنكرة صورا وأنهاها بعض المتأخرين إلى نييف وثلاثين موضعا وذكر بعضهم أنها كلها ترجع للخصوص والعموم فليتأمل ذلك الإخبار بالجملة صاد والخبر جملة لها رابط كزيد أبوه قائم ولباس التقوى ذلك خير والحاقة ما الحاقة وزيد نعم الرجل إلا في نحو قل هو الله أحد روابط الجملة الواقعة خبرا شين أي ويقع الخبر جملة مرتبطة بالمبتدأ برابط من روابط أربعة أحدها الضمير وهو الأصل في الربط كقولك زيد أبوه قائم فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثان والهاء مضاف إليه وقائم خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول والرابط بينهما الضمير الثاني الإشارة كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير فلباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه وذلك مبتدأ ثان وخير خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول والرابط بينهما الإشارة الثالث إعادة المبتدأ بلفظه نحو الحاقة ما الحاقة فالحاقة مبتدأ أول وما مبتدأ ثاني والحاقة خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول والرابط بينهما إعادة المبتدأ بلفظه الرابع العموم نحو زيد نعم الرجل فزيد مبتدأ ونعم الرجل جملة فعلية خبروه والرابط بينهما العموم وذلك لأن أل في الرجل للعموم وزيد فرد من أفراده فدخل في العموم فحصل الرابط وهذا كله إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى فإن كانت كذلك لم تحتج إلى رابط كقوله تعالى قل هو الله أحد فهو مبتدأ والله أحد مبتدأ وخبر والجملة خبر المبتدأ الأول وهي مرتبطة به لأنها نفسه في المعنى لأنه بمعنى الشأن والجملة هي نفس الشأن وقوله عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله الإخبار بالظرف والجار والمجرور صاد وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين شيء أي ويقع الخبر ظرفا منصوبا كقوله تعالى والركب أسفل منكم وجارا ومجرورا كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين وهما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر والأول اختيار جمهور البصريين وحجتهم أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا والثاني اختيار الأخفش والفارسي والزمخشري وحجتهم أن المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف ومحل الجار والمجرور والأصل في العامل أن يكون فعلا الإخبار بالمكان عن الذات وامتناعه في الزمان صاد ولا يخبر بالزمان عن الذات والليلة الهلال متأول شيه ينقسم الظرف إلى زماني ومكاني والمبتدأ إلى جوهر كزيد وعمر وإلى عرض كالقيام والقعود فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض تقول زيد أمامك والخير أمامك وإن كان زمانيا صح الإخبار به عن العرض دون الجوهر تقول الصوم اليوم ولا يجوز زيد اليوم فإن وجد في كلامهم ما ظاهره ذلك وجب تأويله كقولهم الليلة الهلال فهذا على حذف مضاف والتقدير الليلة طلوع الهلال الاستغناء بالوصف المرفوع عن الخبر صاد ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي نحو أقاطن قوم مسلمة وما مضروب للعمران شيء إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام استغنى بمرفوعه عن الخبر تقول أقائم الزيدان وما قائم الزيدان فالزيدان فاعل بالوصف والكلام مستغن عن الخبر لأن الوصف هنا في تأويل الفعل ألا ترى أن المعنى أيقوم الزيدان وما يقوم الزيدان والفعل لا يصح الإخبار عنه فكذلك ما كان في موضعه وإنما مثلت بي قاطن ومضروب ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا للفاعل أو للنائب عن الفاعل ومن شواهد النفي قوله خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع ومن شواهد الاستفهام قوله أقاطن قوم سلمة أم نوضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطناء تعدد الخبر صاد وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود شيه يجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد وهو الأصل نحو زيد قائم أو بأكثر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريده وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده وقدر لما عدى الخبر الأول في هذه الآية مبتدآت أي وهو الودود وهو ذو العرش وأجمع على عدم التعدد في مثل زيد شاعر وكاتب وفي نحو الزيدان شاعر وكاتب وفي نحو هذا حلو حامض لأن ذلك كله لا تعدد فيه في الحقيقة أما الأول فلأن الأول خبر والثاني معطوف عليه وأما الثاني فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد وأما الثالث فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد إذ المعنى هذا مز تقدم الخبر على المبتدأ صعد وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد شيء قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا فالأول نحو في الدار زيد وقوله تعالى سلام هي وآية لهم الليل وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين مبتدأا والمؤخر خبرا لأدائه إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة والثاني كقولك في الدار رجل وأين زيد وقولهم على التمرت مثلها زبدا وإنما وجب في ذلك تقديمه لأن تأخيره في المثال الأول ليقتضي التباس الخبر بالصفة فإن طلب النكرة الوصف لتختص به طلب حثيث فالتزم تقديمه دفعا لهذا التوهم وفي الثاني إخراج ما له صدر الكلام وهو الاستفهام عن صدريته وفي الثالث عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة حذف المبتدأ والخبر صعد وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون أي عليكم أنتم شين وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه فالأول كقوله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار أي هي النار وقوله تعالى سورة أنزلناها أي هذه السورة والثاني والثاني كقوله تعالى أكلها دائم وظلها أي دائم وقوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله أي أم الله أعلم وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر في قوله تعالى سلام قوم منكرون فسلام مبتدأ حذف خبره أي سلام عليكم وقوم خبر حذف مبتدأه أي أنتم قوم المسائل التي يجب فيها حذف الخبر صاد ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح والحال الممتنع كونها خبرا وبعد واوي المصاحبة الصريحة نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين ولعمرك لأفعلن وضربي زيدا قائما وكل رجل وضيعته شين يجب حذف الخبر في أربع مسائل إحداها قبل جواب لولا كقوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين أي لولا أنتم صددتمونا عن الهدى بدليل أن بعده أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم الثانية قبل جواب القسم الصريح نحو قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي لعمرك يميني أو قسمي واحترزت بالصريح من نحو عهد الله فإنه يستعمل قسما وغيره تقول في القسم عهد الله لأفعلن وفي غيره عهد الله يجب الوفاء به فلذلك يجوز ذكر الخبر تقول علي عهد الله الثالثة قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدأ كقولهم ضربي زيدا قائما أصله ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما فحاصل خبر وإذا ضرف للخبر مضاف إلى كان التامة وفاعلها مستتر فيها عائد على مفعول المصدر وقائما حال منه وهذه الحال لا يصح كونها خبرا عن هذا المبتدأ فلا تقول ضربي قائم لأن الضرب لا يوصف بالقيام وكذلك أكثر شرب السويق ملتوتا وأخطب ما يكون الأمير قائما تقديره حاصل إذا كان ملتوتا أو قائما وعلى ذلك فقس الرابعة بعد واو المصاحبة الصريحة كقولهم كل رجل وضيعته أي كل رجل مع ضيعته مقرونان والذي دل على الاقتران ما في الواو من معنى المعية ترجمة نانسي قنقر